ظهرت نتيجة الدبلومات الفنية الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي زي ما حضراتكم شايفين الرابط اللي قدامكم ده وإحنا معاكم في بس مباشر ومتواصلين معاكم باستمرار علشان نجيب لكم النتيجة فأي حد مش قادر يجيب نتيجة وكان دبلوم صناعي أو زراعي أو تجاري أو فندقي بس يكتب لنا رقم جلوسه وبإذن الله هنجيب لك النتيجة فورا وبنتمنى لكم جميعا التوفيق والنجاح وإن شاء الله احنا معاكم في تغطية على طول باستمرار لحد كل الناس ما تعرف نتيجتها وأي حد عنده أي مشكلة في أنه يجيب نتيجته يكتب لي في التعليق أو يكتب لي حالا في البس المباشر يكتب لي تعليق برقم الجلوس بتاعه وإحنا نجيب له النتيجة فورا بإذن الله طبعا بمبارك لكل أبنائنا طلبة وطلبات الدولة الدبلومات الفنية. اللي ان شاء الله بنتمنى لهم جميعا التوفيق والنجاح. وان شاء الله هنكون معاكم بعد ظهور النتيجة. وهيكون معانا فيديوهات ليكم عن تنصيق الكليات والناس اللي لها طموحات تقدم فيه كليات بعد الدبلومات. هنجيب لكم كل شيء عايزين تعرفوه كل معلومات. آآ عايزين تعرفوها سواء عن تنصيق الكليات بعد الدبلومات. والمعاهد واي شيء انتم محتاجينه. محتاجين تعرفو خطوات التقديم. وامتى بيظهر التنصيق. ومؤشرات التنصيق في السنين اللي فاتت. بازن الله هنكون معاكم. وهنفهمكم كل شيء. وان شاء الله النهاردة اي حد مش عارف يجيب النتيجة بتاعته. بازن الله هنجيب لكم النتيجة. وبس تكتبونا رقم الجلوس. وبازن الله طبعا انت بمجرد ما تختار كده زي ما احنا شايفين كده. بنختار التعليم. نوع التعليم سواء دبلوم تجاري او صناعي او زراعي. وبنكتب رقم الجلوس. وبازن الله بنبحس بنجيب النتيجة مباشرة. فلو انت لسه مش عارف تجيب نتيجتك اكتب لنا فورا رقم جلوسك. سواء في تعليق هنا حالا او على البس المباشر. وبازن الله هنجيب لك نتيجتك. وبازن الله نبرك لكم كلكم بازن الله ابناءنا طلبة وطالبات الدبلومات الفنية بانواحها. الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي. وبنتمنى لكم جميعا التوفيق والنجاح. وان شاء الله زي ما وعدناكم هنكون معاكم في سلسلة فيديوهات بعد كده عن التنصيق وانواع الكليات والمعاهد المتاحة للتبلومات الفنية. وكمان مؤشرات الكليات في السنين اللي فاتت. فاحنا هنكون على تواصل دايم بتمنى لكم جميعا التوفيق والنجاح. وان شاء الله دايما اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة